دايماً ندي الأهلي سوبر في كل الألعاب كرة اليد، سلة، سباحة، تينس، تينس طاولة تينس طاولة بالمناسبة برضو مبارح وأول مبارح هنقول لحضراتكم على الإنجازات اللي بتحصل للأهلي هذا الموسم بيقدم ملحمة رائعة في كل البطولات وفي كل الألعاب تقريباً في كل البطولات وفي كل الألعاب أكيد طبعاً هنتكلم عن سوبر كرة القدم اللي تواجنا به الحقيقة يوم الجمعة ولكن الحقيقة كرة اليد في النادي الأهلي بتقدم عظمة في كرة اليد بدأنا نفرض الحمد لله سيطرتنا وهيمنتنا على كرة اليد بفضل التخطيط ولا استراتيجية الحقيقة اللي محطوطة زي ما قلت لحضراتكم من مجلس الإدارة ومن أجل تطوير كرة اليد اتكلمت مع حضراتكم أن قبل كده كانت الأمور مختلفة دلوقتي الأمور أصبحت أفضل وأفضل بكتير جداً جداً ألف ألف مبروك لرجالة كرة اليد إن شاء الله يعني هو حميد مصاب أنا عارف لشان كده إن شاء الله حميد هيكون معنا بنحاول نكلمه يعني وبنتواصل معاه لشان يكون معنا مش عايزين نشغل حد من اللاعبين اللي موجود ولكن اللي بيلعبه يعني إن شاء الله حميد حيكون معنا ونفرح به ونتبسط به إن حميد كان له دور كبير جداً 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 في كل تتويجات النادي الأهلي في كرة اليد خلال الفترة الأخيرة إن شاء الله ربنا يرجعوا بالسلامة حميد وكابتن محمد إبراهيم من الممكن جداً إن هم يكونوا معنا أنا بس كلمناهم وقلنا لهم يجوا بالكاس علشان نتبسط مع جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بس يأكدوا إن هم جايين ونقول لحضراتكم مباشرة إن هم هيبقوا معنا النهاردة أيضاً كابتن محمود الخطيب بيهنئ أبطال اليد بالسوبر الإفريقي حرس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي والذي جاء بعد أيام من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكاس عبر رئيس النادي عن تقديره للجهد الكبير الذي تبذل منظومة الفريق هذا الموسم وإصرار اللاعبين على استعادة الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقار أشهد أيضاً الكابتن محمود بالعروض المتميزة التي يقدمها اللاعبون واللعب بروح الفانيلا الحامرة وإسعاد جماهير النادي الأهلي التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية وهي الجماهير الوفية التي لم تتخلى يوماً عن نديها في كل أو في كافة المواقف أكد أيضاً الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في كافة عناصر كرة اليد ووجه لهم التحية وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كافة المستوات ما هي القناة المستوات ترجمة نانسي قنقر